بايدن مش جاي يزور السعودية لا ده جاي يرأس قمة مع دول منبطحة في الرياض وفوق كده الهدف هو انشاء جيش متحد مع اسرائيل والاقوى من كده ان السعودية ما تقدرش تبنعه حتى انه يزورها في الرياض الكلام ده كبير بس مش كبير بسبب محتوى اطلاقا ده كبير بسبب حاجة تانية حنفهمها بعد شوية فيا ترى ايه علاقة الموضوع ده بقطع اللي لما منجاري الناس في الكلام ده وبنقولهم طيب لما هو جاي يرأس قمة للدول المنبطحة معنى كده ان قطر منبطحة فيرد علينا مرتزقة قطر وزبابها ويقولك اصل قطر دولة صغيرة غلبانة وضعيفة ما تقدرش توقف قدام الدول اللي حواليها الكبيرة لازم تسمع كلبه ومتعمل زيهم اه يا الصراحة دولة صغيرة وبورصه مش بتخالفهم اطلاقا في اي حاجة رايح على جنبي عم الخروف وباقي السؤال ايه علاقة زباب قطر واعلام قطر والاهم من كده ايه علاقته بمتلازمة عقدة الناس تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم بيهمني دايما ان ارد على الفكرة مش هرد على صاحب الفكرة حتى لو كان صاحب الفكرة مجرد زبوايبة الكترونية معلش ماهو لازم نتنازل حبتين وننزل لمستوى الجهلة علشان نفند افكارهم والهدف هو تفنيت اكاذبهم قدام الناس على احد فيديوهاتي لفت انتباه التعليق ده من احد الزباب الالكتروني ولان التعليق ده مكرر وشفته في كذا مكان وبشكل منتشر اوي واحيانا بنفس الصيرة واحيانا بيكون بصيرة مختلفة وبيشمل كافة اوجه ما يحاول اعلام قطر وجماعة الاخوان الترويج له حبيتيني اتناولوا معاكم كنموزج على ما يتم ضخه من اكاذيب حول القمة وزيارة بايدن بغرم من ان الكتب والتجليس واضحين فيه لا واكتر من كده التعليق بيثبت الحالة الهستيرية اللي وصلها النظام القطري وجامعة الاخوان بعد اعلام بايدن الهزيمة امام السعودية ومجيء راضخا مضطررا للغياب فتعالوا نقرأ التعليق لا تحاول ان تتلاعب بالالفاظ وتعتقد انك اذكى من المستمعين الرئيس بايدن ليس قادم لزيارة السعودية بل جاء اليرأس الاجتماع لتأسيس جيش متحد بين اسرائيل والدول المنبطحة وقدم كثير من الاهانات للسعودية قبل قدومه سؤال لماذا لا تستطيع السعودية ان تمنع قدومه السبب لا تستطيع اما بالنسبة لقطر فهي اول حليف لامريكا من خارج الناتو وهذا الذي حرقكم ونجحت باقامة الحدث الرياضي الكبير قريبا وهذا ما يريزكم اكثر بايدن مش جايز السعودية زيارة بايدن جاي علشان يرأس واخدين بالك ويرأس اجتماع ياه على الحرقان وعلى اللي بيعملوا في الناس دي وبيزيد من عنده بيقول علشان تأسيس جيش متحد مع اسرائيل طبعا اما علشان تشوه السعودية او غيرها حطها في جملة مفيدة مع اسرائيل ما هو الاسلوب ده معروف وتقوم الزبابة تعتبر ان الدول اللي هتحضر الاجتماع هي دول منبطحة مع العلم ان قطر من ضمن الدول دي بس الزبابة نسيت الحتة دي وعلى كل حد ده بيفكرنا بتعامل الزبابة القطري مع القمة اللي كانت مع ترامب وتاميم كان حضرها قاموا خرجوا قطر من اي انتقاط واشتغلوا بس على السعودية ومصر والامارات واعتبروها قمة الضرار بامة لا اله الا الله وعلى نفس الطريقة زباب قطر شغال بينشر الفكرة دي في السوشيال ميديا الكلام اللي اسمعتوه في التعليق ده زباب قطر والاخوان مليون بالسوشيال ميديا بيكمل تعليق الزبابة وبيقول ان بايدن قدم كتير من الاهانات للسعودية قبل ما ييجي وان السعودية ما تقدرش تمنعه انه ييجي السعودية الحقيقة يا جماعة ان تعليمات اسياد الزباب وموليهم دايما بتقمرهم ان هم يقلبوا الحقيقة لان الحقيقة وعلى لسان جريم وود الكاتب في مجلد زا اتلانتك واللي سبق وعمل لقاء مع الامير محمد بن سلمان هو هو ذات نفسه بيقول ان محمد بن سلمان هو اللي اتحدى بايدن انه حيزور السعودية رصبا عنه ومحمد بن سلمان هو اللي اهان بايدن ما تيجي نسمع مع بعض كده ركر موقع شبكة سي ان 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 الكاتب والصحف جريم وود بمجلد زا اتلانتك ابرز ما كان قاله سابقا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن رئيس جو بايدن وتحديه له بعدم زيارة الرياض يبقى التحدي جاي من ناحية السعودية يا زباب قطر والاخوان واكتر من كده كمان دا قال وتابع الكاتب الحديث عن تصريحات ولي العهد السعودي عدا اياها اهانة لبايدن وقال بهذا الشأن نعم تعليقات محمد بن سلمان على بايدن ببساطة قال لي انا لا اكترد بما يعتقده بايدن كانت محسوبة على الرئيس لكن كونك قوة عزمة يعني تجاهل الاهانات عندما تتطلبها الحقائق الموضوعية للعلاقة له بيقوله انا مش فارق معايا رأيه فيا يعني الاهانة الحقيقية جاية من السعودية ايها الزباب ويجيلك زبابة وتقولك السعودية ما تقدرش تمنعه على فكرة دا التحدي اللي كسبت السعودية ان هي اجبرته ان ييجي على مالة وشه وهو دا اللي حصل فليه تمنعه يا حمقى يعني يكفيك ان الاعلام الامريكي مسح ببايدن بلد كل محطة تلفزيونية اتكلمت عن اسباب ارتفاع اسعار الوقت والتدخم في امريكا وقالوا ان السبب هو بايدن اللي دخل في عداء هو مش قده مع ولي العهد السعودي وقالوا ان بايدن لازم يعترف في الهزيمة ويروح يبدي الندم ويقدم اعتذاره في السعودية بايدن حاول كتير انه يحل المشكلة من غير ما يروح بنفسه بعت مرسيل كتير على كل المستويات بس السعودية كان يهمها جدا ان بايدن اللي هددها هو اللي يجي بنفسه الحد عندها ما انت ما تعملش سبعة وتهاجدني قدام العالم كله وتهددني ولما تحب تعتذر تبعتلي صبي من صبيانك لا فوق كده وصحصح حنا السعودية احنا اللي ممكن نقف الحنفية البترون ورجع امريكا للعصور الوسطى وبالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية حاول بايدن كتير ان يخلي السعودية ضد روسيا ولكنه فشل وحيفضل يفشل لان السعودية ومعها الامارات ومصر عرفوا من اين تقكل الكاتف خلاص من هنا ورايح احنا مش حنافاء لحد على حساب حد احنا تحالفاتنا حتكون بحسب مصالحنا احنا وبس واللي مش عاجبه يخضر دماغه في الحيط ولان صاحب التعليق ذبابة قطرية مقدرش الا انه يذبط دف تعليقه المثير للشفقة لما قال اما بالنسبة لقطر فهي اول حليف لامريكا من خارج الناتو وهذا الذي حرقكم ونجحت باقامة الحدث الغياضي الكبير قريبا وهذا ما يريزكم اكتر قمة الغباء بينتقد اي تواصل سعودي امريكي وبيعتبره خيانة وفي نفس الوقت صاحب التعليق منشح وبيفتخر ان قطر حليف لامريكا من خارج الناتو ده ايه التناقض والهابل ده يا جدعان لو بيقولك نجحت قطر في اقامة واخدين بالكم في اقامة الحدث الغياضي الكبير والحيط انا مش عارف هو بتكلم على كاس العرب ولا كاس العالم اللي لسه مجايش اصلا احوال مبروكة على قطر انها اهضرت نصف تريليون دولار لاستضافة بطولة كاس العالم اللي حيفوز فيها في الاخر منتخب اوروبي الا بقى لو البرازيلة ولا الارجنتينة عملوها السنة دي وحنبقى ساعتها مفكر الشعب القطري بالخسائر اللي خسرتها بلدهم من اجل معالجة اسباب عقدة النقصة عند النظام القطري على فكرة اللي فات ده لو البطولة تلعبت اصلا اعتقد انها اشارة مهمة للغاية تقول ان العلاقة الاولى التي لدى الولايات المتحدة الامريكية في الخليج الفارسية مع دولة قطر وكانت هناك بعض التبادلات مع المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وهما بلدان اساسيا في المنطقة ولكن هما يتصرفان بشكل مستقل تقريبا عن السياسة الخارجية الامريكية ولديهما حوار مع روسيا ومع دول اخرى وكخلصة للكلام يا سادة يا كرام في البداية قلت لكم ان الكلام ده كبير مش بسبب محتوى لان الحقيقة ان الكلام ده كبير بسبب تفاهته وتفاهت المروجين له العالم كله بيتكلم على الاهانة اللي وجهتها السعودية لإقدارة بايدن والامريكا كلها وازاي الامير محمد بن سلمان تحداه على الملأ وقال له رأيك لا يهمني ولو انك عايز تعادي السعودية استحمل بقى اللي يجيلك وبعد ده كله والانا تنبأت بيه يجيلك زبابة قطرية وجامعة الاخوان يحاولوا يقلبوا الصورة على السوشيال ميديا وحيفضلوا يحاولوا طالما ممولهم القطري لسه عنده عقدة ناصر واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته